وبهذا مشاهدين نطوي ورقنا المحلية شكرا لكم وعودة إلى زميلة زهورة شكرا لك أمير من أخبار المحلية لجديد رياضة ما عمر إذن مشاهدين الكارم أهلا وسهلا بكم والبداية ستكون دائما بأهمة نولته الصحف من أخبار رياضية لانهاري اليوم والبداية من صحفة الشباك والتي عنوانت الحرب تشتعل في الميلان وهذا بعد تصريحة نارية التي أطلقها مدرب الفريق إنزاكي على اللاعبين بالقول أنهم بلا كرامة فيما قال اللاعبون أن فيليبو وينزاكي أنه لا يستحق تدريب فريق بحجم الميلان وكتبت الصحفة سوبرينيستا يرسم آداء برشلونة ويستعيد ريشته وعصف الحانة كيتاكا بدرب كتالونيا وأضافت الصحفة نقلا عن صحفة سبورت الإسبانية ذات الاتجاهات الكتالونية أن متوسط ميدان الفريق إنيستا يحافظ على الكرة بين أقدامه بصورة مميزة وبتمريرات جيدة ونقرأ في نفس صحيفة الشباك عن سر تألق رجال أنشيلوتي في الدقائق الخمسة الأخيرة من مباريتهم ولعل برزها فلسفة الإيطالي أنشيلوتي رغبة كريسيانو في حسم لقب هداف الليجة والاحتفاظ بالكرة الذهبية بالإضافة إلى الصراع القوي بين برشلونة والريال على لقب صحيفة كومبيتيسون ناطقة باللغة الفرنسية قالت أن كاروف مدرب شبيبة القبائل يريد أن يفعل مثل ما يفعله خيردين مضوي في وفاق الصيف الصحيفة أضافت أن كاروف يسعى لتحقيق نتائج جيجابية مع شبيبة في الجوالات القادمة وهذا من أجل مواصلة الإشراف على العارضة الفنية للكاناري السنة المقبلة صحيفة لوبتور كشفت أن ناخب الوطني كريسيانو غوركيوف ألغى المباراة التلويدية التي كانت من المقارنة جراؤها شهر جوان المقبل والتي تندرج ضمن استعدادات الخضر لتصفيات أمم إفريقيا بيلغابون العام 2017 جاء هذا خلال الاجتماع الذي جمع التقنية الفرنسي غوركيوف برئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة وأضافت الصحيفة أن سبب إلغاء المواجهة الويدية مرده أن أستاذ رياضيات يرغب في برمجة العديد من الحصص التدريبية خلال تربص الخضر ما بين 31 ورابع من جوان المقبل